موسيقى أهلا بكم مشاهدين في النشرة المحلية البداية بالشأن التنموي وضمن جهود تحسيني الإطاري المعيش لسكان ولاية غردايا تعرف بلدية والعطف إنجاز عديد المشاريع التنموية في مختلف القطاعات كاميرا التلفزيون زارت المنطقة ورصدت بعض المشاريع المهمة التي استفاد منها السكان أميش قبقب انهيار أجزاء كبيرة من سد أحباس جراء فيضان 2008 سبب تخوفا كبيرا لدى مواطني بلدية العطف من قدوم فيضان آخر قد يلحق أضرارا بالغة على الممتلكات والمستثمرات بغلاف مالي قدر بـ 120 مليار سنتيم أشغال تهيئة السد توشك على الانتهاء ما شكل ارتياحا لدى الساكنة وبخاصة فلاحية المنطقة لو أتى والسد غير موجود لن زاد الإنجراف ولا ضيعنا الكثير من الحدائق هنا في هذه المنطقة لذلك نحن اليوم نتفائل إن شاء الله بعد أن تم ترميمه بعد أكثر من 16 سنة ننتظر وعكاز ذلك كانت جد خطيرة منها أننا طبعا نعاني من خطر الإنجراف نعاني من عدم وجود الماء نعاني من عدم تجديد الطرب الإنارة العمومية والطرقات الملاعب الجوارية وفضاءات التسلية الهياكل الطربوية والثقافية مشاريع عديدة في مختلف الأحياء تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن والمواطنين هنا للزكان نحي شاهد رزاق زيغام هنا راهم راضين على الشيء هذا الذي يحقق من بين المشاريع التي أنجزت كما تلاحظون المكان الذي راننا فيه كنا نعاني من نقص المساحات للرياضة للشباب راكم تلاحظون الملعب أنجزه وحققه بفضل مجلس الشعب البلدي الحالي ثانيا كنا نعاني من مكان للتسلية للألعاب الأطفال وتحقق هذا الانجاز وانجزت مساحاتين اثنين للعب الأطفال كانت لدينا طرقات محفرة وقديمة بزاف والحمد لله الانجاز هذا حقق وعبدت الطريقات هذه بالمقاييس المعمول بها من الإنارانش والسمو الطرقات والأرصيف الحمد لله هذه الوثيرة خلال هذه السنوات تعرف وثيرة جد حسنة لتكميلة كثير مشاريع الهم مثل مشروع سد أحباز خلق جوم الارتياح خصوص لدى الفلاحين وساكينة العطف إضافة إلى مشاريع إنجاز بأبار بئر ارتوازي في الحماريات في قطاع المولد المائية في قطاع الشباب الرياضة كذلك إنجاز أربعة ملاعب جوارية وإضافة إلى ملعب في طول إنجاز وهو ملعب بلدي معشش بالعشر باستناع إن شاء الله سنستلمه في شهر نوفمبر المقبل إضافة إلى تسجيل دراسة لمسبح شبه أولمبي خاص ببلدي في قطاع التربية كذلك استفدت كل ابتدائيات التي تحتوي على ملعب من شبه إصطناعيا في انتظار مجارة سياسة مديري التربية في تعميم التربية البدانية بالمدارس إضافة إلى تعميم مطاع مدرسية في كل ابتدائيات الحمد لله في قطاع الأشغال العمومية كذلك إنجازات مهمة جدا أبرزها دراسة إنجاز طريق أتمي فك العزلة تمنى كلمة العام المنطقة العلمية والذي إن شاء الله سيرى النور أكيد مع العام المقبل إن شاء الله جدران الإسناد والحماية مشروع مهم يضاف إلى المشاريع التنموية في العطف المفتوحة على عديد الورشات في مختلف القطاعات بفضل حرص المنتخبين ومتابعة المسؤولين المحليين إلى ولاية قسنطينة حيث يعد مركز الأرشيف أحدات خمية المكتبات التي تمتلك رصيدا تاريخيا وثقافيا يؤرخ لحقب زمنية متفرقة من تاريخنا العريقة المركز بمناسبة اليوم العالمي للأرشيف نظم يوما دراسيا بعنوان ذاكرة قسنطينة في مرآة الأرشيف بين زيادة الوعي ورقمنة التراث سلمة خيواني والتفاصيل مركز الأرشيف بولاية قسنطينة مخطوطة وسجلات من حقب زمنية مختلفة تؤرخ لمحطة متفرقة من تاريخ الجزائر مجدوب هو أحد مرتدي هذا المركز جاء اليوم للبحث في تاريخه العائلي مقلبا في صفحة هذا السجل البحثي يتمحور أني نثبت النسب مع أني أعرف جدودي بالاسم إلا أني أبحث عن عقود لإثبات والتي تنهز العائلات اللي ما زالوا حتى الضرك بخطرة خلاف كون يأتي واحد عنده نفس الاهتمام ولا عنده نفس الطالب ولا يقدر يقام أنفرماتيزي يرتد على المكتبة مؤرخون وطلب جامعيون ودكاترة يحوز المركز على رصيد وثائق معتبر من الفترة الاستعمارية إلى غاية هذه الفترة ولما يكتسه الأرشيف من أهمية بارغة تم استحداث وتطوير وسائل البحث وكذا إدارة وحفظ البيانات من خلال الرقمنة وهو ما استحسنه مرتد وموظف هذا المركز على حد سواء قامت ولاية قسنطينة باستحداث تطبيقية إلكترونية تخص الأرشيف الإلكتروني للمحافظة أولا على كل ما هو مادي انطلاقا من الرقمنة ثانيا توفير خدمات وقاعدة بيانات للبحث ننوه بما قامت به المحافظة السامية للرقمنة في هذا المجال والعمل الموحد بين المديري العام للأرشيف الوطني وهذا البعد الرقمي ليكون الجزائر إن شاء الله عالم رقمي يكون للوثيقة الرقمية الإلكترونية باع كبير يمكننا من القضاء على كل أنواع الالتباسات كذلك الإدارية ولأن الأرشيف هو الماضي الموثق لمستقبل يبنى على ركائز التاريخ جاء هذا اليوم الدراسي المعنون بقسنطينة في مرآة الأرشيف بهدف تعزيز الفهم لهذه المؤسسة ودورها في الحفاظ على إرثنا الوطني وتحت شعار تفقت قبل أن تفقد نظمت قيادة والدرك الوطني بولاية تيلمسان بالتنسيق مع مصالح أمن الولاية حملة تحصيصية لفائدة سيقي المركبات وأولياء الأطفال حول خطر تركي أطفال الصغار داخل السيارة الحملة والتحصيصية سخرت لها كافة الإمكانات والوسائل ولاقت استحسان سائقي المركبات والأولياء أمن مسعود خطر حقيقي قد يتسبب فيه السائق أو أولياء الأطفال ففي أي لحظة ولو كانت وجيزة قد يترك أصحاب المركبات أطفالهم وحيدين داخل السيارة مشكلين بذلك خطرا على حياة أبنائهم الناس يخسر الأولادة عايش يخسر الأولادة في حاجة مكنوالو توريش يجيب لأغوريا توريش يخرف اللوتو يطلق اللوتو تروح يخسر بطع سكاعة كديرة هذه نصيحة مليحة تحسيس وتوعية أولياء الأطفال بخطورة الفعل هدف الحملة التحسيسية لأفراد مجموعة الدرك الوطنية وشرطة تلمسان تم برمجة حملة تحسيسية مشتركة على مستوى السد الثابت بعال الحجر تحت شعار سلامة تفلك تفقد كي لا تفقد حيث تم التحسيس من خلاله سواق المركبات بمختلف أنواعها والتوعية حول الأخطار الناجمة عن ترك القصر بمفردهم داخل السيارات والتذكير بمسؤولية الأولياء الجزائية في هذا الشأن خلال هذا اللقاء التحسيس لقينا تجاوب تفهم من قبل السائقين خاصة الأولياء ونذكر بمسؤولية الآباء الجزائية ليبقى وعي الأولياء وأصحاب المركبات السبيل الوحيد لتجنيب الأبناء من أي خطر محتمل نختم من ولاية الشلف وبالتحديد من منطقة سيد عيسى بتوغريتا حيث يروي التاريخ تفاصيل حضارة مرت من هناك القلعة الرومانية تيميكي معلم أثري يأخذنا في رحلة إلى الحقبة الرومانية في مطلع القرن الأول الميلادي ويحاكي الحياة اليومية للإنسان في تلك الحقبة ويفتح أحضانه للاستكشاف في انتظار انطلاق عملية إعادة تهيئته وترميمه كاريم الجموت عبر فناي المكان تفاصيل حياة لحضارة مرت من هنا تاركة خلفها بصمة وجود بين شواهد ما تزال صامدة وبقايا أسوار قلعة تفتح لك بوابة الغوصي في أعماقها على الأبحاث التي تجريد في هذه المنطقة وجود هناك شواهد قبور يعني عندنا أيضا في الضحية الشمالية أيضا هناك مقبرة لحوالي أكثر من قبر عندنا أيضا هناك خزنات للماء عندنا هناك أيضا كنيسة لتموجودها في وسط الموقع حسب التاريخ أو حسب البحث الأولي لهذه المنطقة أن هذه القلعات تعود إلى حوالي بداية القرن الأول إلى وخير القرن الرابع ميلادي إلى الحقبة الرومانية في المخرج الشرقي للمدينة القلعة الرومانية متواجدين أننا نلاحظوا هذا هذا النقوش هي من المفروض أنها نجدها منعزلة وحدها يعني كانت تصنع وتوضع بجانب القبر ولكن هنا شيء جديد نلاحظوا كهية منحوتة منحوتة في هذا الجبل الصخري هذا ونوجد هذه الحفرة التي توضع قدامه هذه كانوا يوضعوا فيها توقوس أو قرابين كما نقولوا إحنا ونشوفوا الساقية هذه إنه هذا وش يدل على الشيء هو باختصار يدل على أنه هنا في هذا المكان كان تمارس نقوص جنائزية كل شبر هنا يحكي عن نفسه بموقع استراتيجي مطل على المدينة توغريت شكل حصنا منيعا لها عبر قرون لكن الزمن غير بعضا من ملامحها هذا الموقع الروماني استفد من غلاف مالي مؤخرا وعملنا له دراسة يعني وسوف إن شاء الله عن قريب سوف تبدأ الأشغال به أشغال تتمثل في إعادة تحديده تسجيج الموقع ثم يجعل الإنارة وبناء متحف صغير تأشيرة سفر إلى عوالم مضت يضمنها المعلم الأثري تيميكي لزوارها ناسجا قصة إرث لا مادي تكتنزه الجزائر يأبى أن يغادر أرضها متشبثة نهاية والنشرة شكرا على المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة